بسم الله مرحبا بكم معي في فيديو جديد غالي نشارك معكم المجوهرات والاكسسوارات ديالي بالنسبة المجوهرات غالي نشارك معكم ديال الدهب مبادل غالي نشارك معكم ديال النقرة هادو ديال الدهب اه بنسبة هاد السنسلة خفيفة فيها زويقات اه على شكل بولات بحال هكا اه زوينين وخفيفين اليوميا بالنسبة لهاد القرمطة اللي كيعجبني فيهم اه انهم كياخدو شكل ديال يد كتزيدي وتنقصي فيهم كديرين على شكل شميصة زوينين وراقيين صراحة كي تلبسو مع الرومي مع البلدي اللي بغيتي حتى هاد القرمطة احتها هي خفيفة ديال يوميا بالنسبة لهاد الكوليي اه اه اغلبية كي لقليه مع التكاشط في المناسبات الكبار اه يعني مشي ديال ديما اه فيها سنسلة وخاتم وزويقات وكيمشي مع القرمطة ديالو يعني صراحة وخاكة كي خفيف وزوين اه مودرن كيمشي مع مع التكاشط مع كي الناس اللي كي لبسو حتى القرمطة ببحدثة اللي بغيت تلبسيها ببحدثة كي جي زوينة وخفيفة عندي هاد الخاتم حتى هو كييجي على شكل لويزة زوين اه عندي شكل ديال هاد شكل تاوا هاد الخاتم تا هو اللي كييجي بلدي اه كي لبسو بها مع البيلجات اللي غنوريهم لكم دابة هاد البيلجات راسيرية قريبا فيها ستا كييجو حتى هما زوينين وخفاف اه ذاك ذاك الخاتم كن لبسو حتى مع هاد البراسلي اللي كيجي شوية غليض تاوا كييجي زوين ورائع زبا في اللبسة ديالو كين هاد البراسلي تاوا زوين وخفيف ومودرن كن لبسو مع الخواتم تنبسي مع الرومي مع البلدي كييجي غزال حتى هاد حتى هو نفس الشي هادو بجوجهم تقريبا بلديين يعني كييجيوا مع البلدي بزاف ومع الخواتم اللي كيكونوا شوية بلديين عندي هاد زويقات ديال يوميا يعني تاوا ما خفافين دابة غانوريكم مجوهرات ديال بلاكيو ماشي يذهب هوم هاد شكل هاد سنسلة مع البندنتي في ديالها زوين وخفيفة عندنا هاد اللي ببغل اللي كي سنسلة ديالي بغزال الصراحة كييجي مع الرومي مع البلدي غانوريكم الاشكال ديالها بجوج عندي هاد شكل هكا اللي كييجي شوية رومي غانوريكم اشكل الاخر اللي عندي كييجي مع البلدي حتى هو كييجي غزال وزوين غانوريكم اشكال ديال سنسلات هادو ديال تقريبا كييجيو بحال مجوهرات العربية ديال سعودية تقريبا هادو ماشي يذهب بطبيعة الحال كين فيهم الدهب اللي كييكون على هاد شكل انا هادو غيب لكيو كييجيو زوينين وما كيخسروا محتة حاجة ما كيكحالو كان نخدوما انا كاغلبية كان كيمشوليا مع هاد الدبيل جا福ة هما من نفس النوعية ديال ماتيار اللي المصنوعين منها عندي حتى س米 سلاحتها هي جوية ما خسرت موالو عندي هاد شكل ديال البرازليات مع هاد مع هاد الخويتمات. وهاد هادو هادو الخواتم اللي كيجيو بلاكيو外 ما كيخسروا وما حتى حاجة بقوا في اللون ديالهم تقريبا عندي تقريبا اش 4 سنين ولا اكتر كينين هادل علي القات ديال سناسل حتى هما غي خسكي طريقة بيش تحتفضع لهم باش ما يخسروش معاك وما يكحالوش انا صراحة كندي رومغي في الليبوات ديالهم وكيبقوا معايا بنفس الشكل عندي هادل الليبغوش اللي كتش دي بهم الفولار والتكاشط فيهم هاد الشكل اللي هو رومي وفيهم الشكل اللي شفتوا قبل كين بلدي كيمشي مع التكاشط حتى هوا هادو روميين يمشوا مع الفولار مع مع كل شي صراحة بغيتوا مع تكشيطة على حسب تكشيطة اللون ديالها كيفاش دير وعلى حسب اسميتوا هادي تهيكة تمشي مع الفولار تهيكة جيزوينة عندي هادشكل ديال سناسل ديال الرومي كيتلبسوا مع الرومي اغلبية سناسل مع هالجورميتا ديالها زوينين انا كل حاجة الصراحة ما ما قلت لكمش كل حاجة مني خديتها إلا بغيتوا خليوا ليتعليقوا خليكم كل حانو مني خديتها عندي هاد تبليج مع الخاتم ديالو هاد سناسل حتى هي زوينة كيتمشي رومية كيتلبس مع 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 الشي حاجة اللي بيصري للبسها رومية مهم عندي هاد شكل ديال القرميتا تحت هما اللي بقوا في نفس الشكل ديال هم مكحان ومحت حاجة يعني انا خصوصا كندير الحاجة اللي شريتها كنخليها في صر الشرية ديالها ولا بوات ديالها باش ما كتكحل مع اي محت حاجة عندي هاد شكل ديال ديال المقانة اللي كلبسها خصوصا في العراضات اللي كيكونوا كبارين مع عندي هاد دبيلجات حتى هما خصوصا مني كتبغي تبدلي من صفر لبيض يعني كتبغي ضروري كنين تكاشط لي ما كيجوش معهم اللي بيجو اللي كيكونوا هاكا والالمجوهرات اللي كيكونوا صفرين عندي هادو البغسليات اللي كيجو مع الرومي بزاف عندي هاد شكل ديال السنسلات اللي كيكونوا مصايبين بالعقيق هما كيجو مع اللباسي ديال الرومي وديال البلدي يعني كتلبسيهم وهادو عندي مدة طويلة شغل نقول لكم شي ستنين لو سبع سنين يعني مخصروا محت حاجة نبقى الشكل ديالهم هو هو اغنوريكم واحد زويقات اللي طلق قريبا فعمرهم كتر كتر من عشرين سنة الله علم عشرين سنة يمكن لي عندنا تبارك الله غزالين مخصروا معايا محت حاجة بقوا في شكل ديالهم كينا عندي هاد بليج اللي كيجي حتى هو مع البلدي غزال وكيفما كليكم مخصر معايا بقى كيفما هو ما تبتلتش شكل دياله محت حاجة كيلي نتبالج حتى هما له هاد شكل وخادو ما بقيش كلبسهم بزاف يعني ما بقىوش تندنس ولكن اه بغيت نشاركهم معاكم يعني شاركت معاكم مقاعد قريبا لكش اللي عندي اه كين هاد شكل ديال البراسليات اللي كيجي زوين بالعقيق غانوريكم واحد شكل وحد اخر ديال البراسليات حتى هو اللي كيتلبس حتى هو بلاكيو ماش يذهب يعني ولكن بقى تلماتيغ دياله هي هي ممكن كتمشي منه مشوية اللي معا كيفما كانت على كيفما شريتهم ولكن خاصكم خاصكم غيت كيفاش تنضفوهم وكيفاش تحافظو عليهم انا غانوريكم دابا اه طريقة كيفاش تنضفو اه وتحتافظو على النقرة الى كانت عندكم المجوهرات اللي كتكون مالفضة مالفضة يعني انا غانين موريتهم مش لكم علاش لانا بغيت نشارك معاكم كيفاش تنضفوهم عاد نوريكم اه كل حاجة بوحديتها اول حاجة غانين تحتاجوا واحدة الكاسرول اللي غادي نلبسوها بلاليمينيوم انا وغانين نحتاجوا اه الخميرة الفورية غانين نوريكم طريقة كيفاش تلبسو الكاسرول ديالكم بلاليمينيوم على هاد الشكل على حيث انا يبغيت اه المجوهرات ديالنا يكونوا عندهم اه كونتاكت مع هاد مع الالليمينيوم لانو خاصوا يتفعلوا معه اه من بعد غانين نوضع المجوهرات كاملين ديال اللي في الضاف في ديالك الكاسرول على هاد الشكل وكن حاول يكون عندهم اتصال بالالليمينيوم لانو خاصوا يتفعلوا معه اه غانين ندير المجوهرات ديالي كاملين نوضعهم في الكاسرول على هاد الشكل من بعد غانين نضيف لهم اه ساشي ديال الخميرة الفورية اللي وريتوا لكم على هاد الشكل يعني كندير صار شي كامل كنفرغوا على هاد الشكل هنا يا انا قبل درت الماء يغلي يعني تقريبا حتى يتغطى معايا المجوهرات كاملين يعني درت واحد كمية كافية ديال الماء اللي يغلى بهاد طريقة ومن بعد غانين نصبها على مباشرة على في الكاسرول ديالي على المجوهرات بهاد الشكل حتى تغطوا معايا مزيان غان خليوا من خمسة تلع عشر دقائق يتفعلوا لي معا المجوهرات الفضية اللي كينا عندي وبطريقة بسيطة ما كتحتاجي لا تحكيهم لا تفركيهم لا حتى حاجة غي كتزولوهم من دا كل ما كتلقوهم ان اللمعة ديالهم رجعت لهم بدون مجهود يعني انا غني نوضع هانيش مباشرة من 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 الكاسرول ونوريكم كيفاش خرجتها من الكاسرول يعني رجعت لها اللمعة ديالها الى رديتوا معي البيع رجعت لنمعة ديالها تقريبا بحلة يلا شريتيها جديدة يعني بهاد طريقة يمكن لكم تحافظوا على المجوهرات اللي تكون من الفضة اه الى بغيتوا الطريقة نوريكم كيفاش كتحافظوا على المجوهرات ديال الذهب خليولي يتعليقوا نوريكم الطريقة اه انا من هنا بالنسبة لي عندي هاد السلسلة كتتماشى مع هاد القورميت والخاتم والعلاقة والزويقات يعني كيتماشوا مهدوا مع بعضياتهم كلبسوهم مع بعضياتهم عندي هاد شكلة ديال الخميسة اللي كتتماشى مع زويقات ديالها والعلاقة ديالها غزالك تهي كتجي خفيفة ديال يوميا غنوريكم شكل ديال اللي باغل ديال اللي كيجيو هاكا على هاد شكل تهوما ديال الفضة زعم اغزالين تهوما كيجو خفاف اه انا حاولت نوريكم كيفاش نظفتهم كيفاش صايبتهم يعني من بعد غير كننشفهم وكننمسحهم بواحدة اه اه زيف اللي كيكون انقي اه وصافي كاتمكلك تتعمليهم ديك ساعة عندي هاد السنسلة اللي كاتمشي مع هاد اه الزويقات والعلاقة عندي هاد البندون تيف اللي كيجيو زوين حتى هو اويت نشارك معاكم هاد النوع ديال براسليات اللي قدامين يعني خلو اللي هوم اللي نجدودنا اكثر من خمسين سنت قريبا كان هاد فيديو اللي شارك سمعاكم فيه مجوهرات ديالي اللي كانت اه كانت تواجده عندي في المنزل ديالي ما بقاليا الا نقول لكم سلام عليكم الى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله